السلام عليكم الحديقات كيف بقيت ولبس عليكم هانين واليوم ان شاء الله شكولي بغيت دير شي قوتي لوليداتها اللي فرحوا به والراجلها والعائلتها اليوم ان شاء الله غادين ديروا شفنج شفنج على الطريقة ديال شفناج وتحية لكل شفناج مغربي الله يعطيهم صحيحتهم منهم تعلمنا هذا شفنج ديال الدار يعني كتعرفي شنو كتاكولي يعني شفنج مقلي في زيت نقية يعني ماشي مقلي ومعاود وفي المتناول ديال الجميع يعني ماشي ماشي صعيب في الخدمة دياله ما كيتقامش غالي كيسهل عليك تحت ديك المشي والمجي اللي عند الشفناج ثم كتشوفوه ما شاربش الزيت كي يجيزوين وجربوه وارضو علي الخبار حتى جيت هنا واحد لخمسمائة قرام ديال دقيق الفورس يعني كل نوعية مزيانة صافي وهذه الكمية وقد اتعطيكم يعني فوق ثمانية او عشرة ديال 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 شفنجات شوية ديال الملحة واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة في الزقتها والماء صافي هاد الشي اللي غادي نحتاجه هنا درت معي لقا ديال الخل الخل كيتفاعل مع الخميرة مزيان وباش ما كيشربش حتى الزيت وكتطلع لك ديال الحموضة بحل ديال الخميرة كتكون لديدة يعني كيكون واحد المضاق لديد الخل مع الخميرة صافي انا هنا غادي نديرو في العجانة واللي ما عنداش العجانة انا نوركم الطريقة كيف غادي تعجنو كنزيد الخميرة كنزيد الخل صافي وكن وكنعجنو كنعجنو كنطلعو شوية قاسح فالليول قد بقي كتزيدي الماء حتى كيخفاف سوف يشوفوا الماء عندي بارد يعني باش ما يجيكش حامض تجي ديك يعني ديك الريحة ديال الخميرة كيف ماذا دا باقي شوية صد إلا ديرتيلو المسخون الخميرة يعني ساعتين ثلاثة كتولي الريحة خايبة حتى في الخبز أنا حتى الخبز وكنعجنو بالماء بارد كان بقى نزيد الماء يعني عينك ميزان كرا كل شي كيعرف القوام ديال الشفنش كيف خصو يكون كيكون خفيف ما بين العجينة وبين البغرير يعني في الوسط ما بيناتهم بجوج هنا كيبليكم بأنه را خفاف ولكن ما زر غادي شرب اللي ما عندهش أنا كنقول لي ما عندهش العجينة غادي تديرو غير عادي في القصعاء أو شيء غارق وغادي تبدأ الدرب غادي بيديها هكا كانوا كي يديرو لأمهات ديالنا صافي نخليه حتى كي تجمع هنا يعني من اللي غادي بلية الجناب ديال العجينة ما بقتش لسقه فيهم العجينة فانعرف بأنه كله يعني تخلط ومتازج صافي ما بقش ما نزيده وغادي عادي نوريكم طريقة ديال ليد كيف ما نديرو ليه هنا بعد ما حبست العجينة هكا تخبطيه يعني قد ضرب قد ضرب 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 بالجد حتى تولي العجينة مطلوقة صافي وتخليها تخمر يعني الطريقة ديال شفناج هي هدي غير هو الكمية كثيرة يعني يعني كي عجينها بيديه وكتبات نحن لا ساعة ما كاملاش صافي كتب ديال يتقليه غطيت عليه وخليته يخمر صافي هذا هو القوام دياله ما تخليه قصح بحل الخبز وما تجريه بحل بحل بغرير يعني ما بين وبين صافي كنخليه عليه نغطيه عليه بالفيلم باش ما يديرش لك القشرة صافي يخمر واحد شوية دبالحال سخون مضغيه كي يخمر صافي الخميرة طلعات يعني هنا ما كملاش واحد أربع ساعة صافي هنا باش ما يعد بناش كيف ما كتعرفو شفناش سبارك الله عليه را ما كيديرش الطريقة ديالنا را هو كي يقليه وهو كي قطع وكي يولد إحنا لا إحنا غادي نوجدوهم نوجدو القويرات ديال ديال العجينة أنا دبا نخويها من ذاك البرد اللي يدخل لها صافي ذاك لهو كله سيخرج يعني نرى كمية المعقولة 500 قرام صافي كان دهنو يدينا أو كان بدن نولد يعني كويرات أنا كان بغيش شفنجا كبيرة معاك عجون نشدوك شفنجا صغر يعني لابد ما الدهني يديك دهني وتولدي دهني وتولدي حتى تكملي دهك العجينة اللي عندك عاد كتبدي القلي إن إلا إلا بديتي تقلي وانتي تولدي فالعملية شوية صعيبة خاصة إلا كنتي مقبلها بوحدك ما عندك شلعوين أنا درتهم كبارين ثم درتهم صغار يخرج لكم أكتر صافي كان وجد واحد زلافة ديال الماء حدايا باش كان تقب وكان دير المقلة اللولة كان دير فيها شوية ديال الزيت ما كان دير ش فيها بزاف يعني ما يوصلش ما يوصلش للنص ديال شفنجا يعني غير جهة الزيت اللي طيبها والكاثرونة اللي حدا كان نعمرها بالزيت يعني يخص الشفنجا تغرق كان نحط الطيب وما كان قلبها في المقلة اللولة لا هذه هي العملية باش كي نجح الشفنج رأي لقلبتها في نفس المقلة رأي ما غادي شجيك رأي غادي تخسر هادي فيها هنا ما غادي نقول لك ما كامل ش كويس دي الزيت يعني غي قبط من التحت وكتهز ها هكا كما قلب هاش وكتحط ها في الكسرونة الثانية شوف تبارك الله كي كتدير كتطلع مزيان شفنجا كتدير ذوك البواوق كتهز هكك ما تدورها موالو 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 أكد كيف تحطيها بهذا الطريقة اللي كانت في المقلة الأولى عادي ممكن تقلبيها حتى تغرق الزيت ويعوم عليها عادي ممكن تقلبيها أما إليها زيتها مباشرة دبوا قلبتها غدي تخسر هانت مشوف كي كان دي لها كان حط هكك هدارة طلاب ديال الأخت سيهم القباج تاكل بصحة والراحة للا سيهم انتي وجميع الأخوات وجميع المشاهدين هنا يعني زيت طاعت كنقلبوها على الوجي هالاخور باش تحمر هرا كي جي سبارك الله كي جي غزال واحد البريد ديالتاي والعسل اللي كان موجود وبرع راسك ووليداتك يعني باش ما تترهبيش راك تبقى غادية وحدة وحدة يعني لادرتي المقلاة فيها ستة ولا سبعة عرها أنا كنقول غير ممكن يعني لابد ما غادي يغلبك ساعة في شفنجة هما طاب و كان حطوهم يتسقطرو اللي كي بغي مقرمل أكتر يعني يزيدي قرملو أنا كيعجبني هكا صفر ولكن راه طايم من داخل شبعان طياب وما شرب ش الزيت راكب لكم بأن الزيت لا وصل حتى النص دي الشفنجة ولا لابد لكم الزيت نسخن بزاف نقصو ها هاد العملية ها 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 رميت عليها الزيت من الفوق غادي تدر لك هادو البواو توقع انا مازالك نأكد المرة الثالثة كيف ما تحزيها من المقللة ولا حطها في القصرونة ما تقلبيهاش ما تقلبيهاش تقلبيهاش ما تحسي بها حتى تحسي بها الطابة مزيان وخرجات ادقل بواو كاملين عاد يمكن لك تقلبيها دابا هاي غادي تقلب شو للوين كي يجي في غزال و وضع الزيت نقية لتعرف كيف يمكنك الولاداتك والعائلتك هذا الشيء لا يمكنك أن تشهينها إنما تستطيع الوقت في أي وقت وكما تلاحظون بأن الشيء ما بقى لدينا بثاف قلة هذا الشيء هو اللي دفعنا بشيء أما قبل رأك كل شيء كان يشريه واتكلوا بصحة والراحة إن شاء الله واتمنىكم باش تجربوه ناجح